يستمر معنا زميل خطاب خطاب إذن أعمال الصيانة لم تنجز على هذا الطريق وبالجسر أيضا بالضرورة وذكرت من خلال تقريرك أيضا بأن هناك غضب شعبي الصورة العامة حيال هذا الموضوع لو سمحت نعم سعيد استياء شعبي كبير في بغداد حول مسألة عدم إعادة التأهيل للجسر والذي لم يشهده هذا الجسر تماما هناك استياء شعبي لطلبة وموظفين قضوا ساعات طويلة ومكثوا في طرقات العاصمة على أمل افتتاح هذا الجسر منذ شهرين ولغاية الآن هناك زحمات مرورية خانقة في بغداد هناك أعداد كبيرة من الطلبة والموظفين في جانب الكرخ بدأوا حولوا طريقهم من هذا الجسر إلى أماكن أخرى على أمل أن يفتتح هذا الجسر وتنتهي الأزمة هناك أعداد كبيرة يتساءلون ما الذي جرى من مسألة عدم إصلاح الجسر ما هي الأسباب التي كانت عائقا أمام عدم تأهيل هذا الطريق ما هي الأمور التي رافقت عدم الإنجاز تكتفي أمانة العاصمة بوضع حواجز حديدية تمنع مرور الشاحنات عبر هذا الجسر هناك البعض يتحدث عن مع مرور المركبات الصغيرة هناك ستجري إصلاحات لأسفل هذا الجسر هناك تساؤلات عديدة الأمر أثار حفيظة البغدادين اليوم استياء شعبي واسع وضغط جماهير كبير من عدم استجابة الأمانة أو الدوائر البعنية لهذا الموضوع بشكل عام ما الذي جرى من هذه المسألة البعض يتحدث عن فشل وضعف وسوء تخطيط للدوائر المعنية وطيلت هذه الأشهر الماضية من عدم إكمال وعدم وجود أي أعمال صيانة لهذه المسألة البعض هناك أقاويل لدى الشارع العراقي البعض منها قالوا بأن الدوائر المعنية مارست الضحك على الذقون وهناك أقاويل أخرى لم أستطيع ذكرها في حصادنا هذا اليوم البعض يتحدث لماذا أغلق لماذا كانت هناك ضعف في عملية الإدارة لهذا الموضوع البعض كان يتحدث اليوم عن كيف ستصبح حركة الشاحنات القادمة من محافظات الجنوب والوسط بالتعليد مدن الفرات الأوسط هذا طريق عام يربط مناطق الرستمية من مناطق الكوت يعني هناك استياء والبعض يتحدث عن كيف ستصبح الخطة المرورية كيف سيسير شائق الشاحنة القادمة من هذه المحافظات باتجاه بغداد يعني الآن المرور العامة وقيادة عملية بغداد تحاول بطريقة وأخرى استيعاب هذا الزخم وتحاول أيضا فتح منافذ لهذه الشاحنات من اليوم كيادة عملية بغداد سيد قادر عملية بغداد خطاب يعني ما الفكرة إذن ما الفكرة إذن هل حاولتم أن تصلوا لأحد من أمانة بغداد إذا تم إغلاق جسر وشل حركة ثلث البغداديين لأنه مفصل رئيسي في العاصمة وتذكر كم تحدثنا نحن في هذا الموضوع وأنت قمت بتغطيته كم شلت حركة العاصمة الساتوتات والأحصنة التي قامت بنقل الناس والتهكمات في مواقع التواصل الاجتماعي ما الفكرة إذن كانت هل هي حركة وهمية ذهبت في جيوب الفاسدين مثلا أمانة بغداد بما أنها لم تكن رسيت بعض على الشركة التي ستقوم بأعمال الصيانة لم يجدوا مثلا شركة مناسبة بعد شهرين فغيروا الخطة أو الموضوع ما الفكرة إذن كانت شيرين نفس هذا التساؤل المواطن في حيرة من أمرا هذا الموضوع أخذ أبعاد كثيرة ألقى بتبعات سلبية كثيرة على سير المركبات في العاصمة نلاحظ في ساعات الصباح الأولى الزخم الكبير والحاصل المواطن خلال هذه الشهرين كان ينتظر بارقة أمل تزفله من خلال فتح الجسر لكي تنتهي المعاناة التي كان يعانيها أيضا شمل في هذا الموضوع عدم استطاعة خطوط الطلبة والموظفين الذين يستقلون سيارات عالية أيضا المشكلة لم تنتهي لأعداد كبيرة من الناس الذين يحاولون أو كانوا يتطلعون لفتتاح هذا الجسر المنشآت وخطوط الطلبة الذين يستقلون منشآت أو عجلات كبيرة الكوسترات وكذلك أيضا المركبات العالية الكل كان يترقب الكل كان يحاول يتتبع الأخبار من خلال تغطياتنا وتغطيات المؤسسات الإعلامية لهذا الحدث المهم لماذا تكتفي الأمانة بوضع الإشارات وتكتفي باستشارة الدوائر المعنية للمرور يعني هذا الموضوع ثار حفيظة الجميع يعني كيف خطاب هل يتعذر كما ذكرت الزميلة الوصول إلى أمانة بغداد للاستفسار حول جملة هذه المواضيع خصوصا بأنها بالسابق ذكرت بأن الشركة التي تعاقدت على أعمال الصيانة ستبدأ فورا بأعمال الصيانة وذكرت أيضا في تقريرك بأن هناك جهد خاص لمدرية المرور لتوجيه العربات دعنا بهذه الأجواء نعم مسألة الوصول إلى الأمانة السعيد يعني أي وسيلة إعلامية تصل إلى الدوائر المعنية من هذا الموضوع يعني بعض وسائل الإعلام تتهم بأنها تؤجج الوضع والوضع كما يعني تقوله وسائل الإعلام ليست صحيح فلذلك يعني الوسائل الإعلام بدأت تبتعد وتأخذ التصريحات المهنية أنا صح التعبير لكن يعني تسألني عن هذه المسألة وما يعني قامت به دائرة المرور العامة هو إجراء احترازي لعملية منع استدامة الشاحنات يعني كان قبل هذا الجسر بحوالي 10 كيلومترات المديرية المرور العامة وضعت النقاط ووضعت دلائل تدلل على أن صاحب الشاحنة لم يعني لم بمقدوره أن يصل عبر هذا الجسر هذا ما يعني تستطيع دوائر المرور اتخاذ الإجراءات اللازمة أو الاحترازية وحتى قيادة عمليات بغداد يعني بمقدورها أن تضع علامات تحذيرية ولم تتمكن أيضا وزارة الداخلية من وضع نقاط ربما مرابطة ونقاط يعني تمنع مرور الشاحنات لأن هذا الطريق هو طريق سريع ولم يتمكن صاحب الشاحنة من الوقوف فجأة الأمر يبدو صعب جدا لكن كان على الدوار المعنية أن تضع خطة ربما قد تكون تعجل بعملية الإصلاح وتعجل بعملية الصيانة لكن لغاية الآن هناك بعض من الدوار البلدية تقول أن الموضوع لم يرسي على وفي الأيام المقبلة ربما قد يكون هناك يرسي على شركة من الشركات على العموم سنتابع معك هذا الموضوع من خلال التغطيقات المقبلة شكرا لك زميل خطاب عادل ترجمة نانسي قنقر